التزايد السريع للنمو السكاني على وجه المعمورة يحتاج لتخطيط غذائي وعمراني لاحتواء العداد التي قد تصل خلال العوام القادمة إلى عشرة مليارات عبر خطط تضمن استثمار الثروات وتقسيمها بين أبناء الدولة الواحدة التفاصيل مع وليد علاء بين عام تسعة وتسعين وتسعمائة وألف و الفين واثنين وعشرين فقط زاد سكان الأرض مليارين نسمة بحسب تقارير مفصلة عن الأمم المتحدة ستة مليارات إنسان في قارة آسيا وحدها ومليارين متوزعين على باقي القارات بحلول عام الفين وخامسين من المتوقع أن يصبح عدد السكان العشرة مليارات بعد أن كان أربعة مليارات فقط في سبعينيات القرن الماضي في دول شحيحة الموارد الطبيعية كمصر ارتفع التضخم السكاني فيها فقلت أجور العاملين وتعظمت نفقات الدولة وفي دول غنية الموارد ومنها العراق كيف يستثمر أو يؤثر التزايد السكاني فيها سوء تخطيط يا أخي سوء تخطيط إلى كان التخطيط السليم ما كان أحد يكون جوعان على وجه الأرض لأن الله سبحانه وتعالى عادل ولما خلق الإنسان يخلق معه رزقه ويخلق كل النملة يخلقها ويخلق معه رزقه علمياً نستطيع أن نسوي إحصائيات وهذه الإحصائيات تمشي ضمن خطط علمية صحيحة وأن نمنع الاحتكار والسرقة من قبل الدول الإمبريالية التي تمتص الدول الفقيرة مثل أفريقيا أحسن مشكلة نيجيريا وما صار بها من تغييرات لجأت الصين إلى فرض سياسة الطفل الواحد لإحداث نوع من الانكماش البشري في الأعداد لنحو عقد ونصف من الزمن لكنها عادت وألغت القرار بسبب الفوارق بين أعداد الذكور والإناث ولتداعيات اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة تقول تقارير تختصوا بعلوم الدراسات السكانية أن الأرض لن تستطيع إطعام أكثر من عشرة مليارات شخص على سطحها يفرضون ضغطا هائلا على موارد الكوكب ما يضع الأنظمة السياسية أمام تحديات توفير الطاقة والأمن الغذائي وفرص العمل والسكن وغيرها عائلة متكونة مثلا من عشر نفارات هذا السبب رح يأدي رح يأدي شوف يعني ما عدهم المال أو نقول الوارد اللي ساعد حتى العشر نفارات يعيشهم والدليل كثرة عندنا الفقر أطفال قاموا يطلعون بالشوارع حتى يحصرون من المال كثير من يشوفان أبسط مثال وصلت مراحل طفل عمره أربع سنوات خمس سنوات الحس ساعة بالثنتين بالليل هو دا يشحذ من المال عند تزايد عدد السكان عامة في أي وظيفة ممكن يقل الأجر بشكل عالي هذا السبب أما الاختلاف بين قطر ومصر كما ذكرت فاختلاف يعني يعتمد على الدولة أصلا وتأسيسها قوة عملتها الوظائف اللي توظفها قطاع الخاص والقطاع العام اللي اختلاف بها بالدولة يعني مرات زيادة السكانية ممكن يجيب إيجابيات مو بس سلبيات يعني ممكن يجيب إيجابيات أكيد لكن سلبيات ممكن تفوق عليها نعم في حال الدولة ما قدرت تحط خطط أو تسيطر على يعني تسيطر على التعداد السكاني وتأثيره ويؤكد خبراء أن الانفجار السكاني بدأ يسبب اكتظاظا في المدن ونوعا من النزوح الريفي لقلة وفرة الأراضي السكانية زد على ذلك الأحياء العشوائية المنتشرة والمخالفة للقوانين مع اختلال حقيقي بان بين الانتاج والاستهلاك المتزايد ما يتطلب من وزارات التخطيط في كل دولة ومنها العراق أن تغذي السلطات بالمعلومات الرقمية والخطط الاستيعابية لموازنة الموارد ومعادلة الحسابات بعد أن عد العراق رابع العرب زيادة في السكان من تكريت وليد على صلاح الدين